ثمانية قتل من السويداء لكن هذه المرة إدمانا تقارير طبية كشفت عن انتشار حالات إدمان مادة الكريستال ميث المخدر بشكل كبير بين أبناء المحافظة إذ أكد أحد الأطباء لشبكة الراصد المحلية أن هذا الصنف انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بين الشبان والشابات في محافظة السويداء انتشار قال عنه الأهالي هناك إنه بعلم من النظام وجهاته الكريستال المخدر يتصف بسرعة الإدمان عليه وضعف علاج المدمن معظم المقبلين على أخذه هم من طلبة الجامعات والميسورين ماديا والمتسربين من المدارس علما أن حالات الإدمان في المحافظة لم تقتصر على الشباب بل تم توثيق إصابات عديدة بين الفتيات بحسب مصادر محلية عصابات تستمر بترويج هذا النوع من المخدر وبيعه في الأماكن المفتوحة على علم الجهات المختصة واللجان الشعبية وبات الحصول على هذه المادة سهلا جدا مع انتشار الأكشاك في المدن والبلدات الكبرى أرباح المواد المخدرة شكلت خلافا بين عصابات تابعة للأمن العسكري وفرع أمن الدولة إذ تعد عصابة المدعورة جيف الحوت المصير الأكبر على معظم منافذ تهريب المخدرات وتسويقها الأمر الذي لم يعجب الأجهزة الأمنية بسبب قلة حصتها من المرابح مما أدى إلى خلاف وصل إلى حد استهداف مبنى أمن الدولة بقذائف الأربيجي قبل يومين من قبل عصابات تابعة للأمن العسكري وانتشار للحواجز بنقاط مختلفة من المدينة السويداء اليوم المفتقدة لأدنى مقومات الحياة باتت مسرحا للخطف والجريمة وتصدير المخدرات وأصبحت تنعي أبنائها موتا بمخدر الكريستال